موسيقى طيب أهلا بحضرتكم مرة تانية الملف الاقتصادي وتداعيات الملف الاقتصادي على مستوى العالم حالة من التضخم ضربة الاقتصاد في العالم كله فأمريكا هناك ما يعرف باسم الركود التضخمي طيب الفدرالي الأمريكي رفع الفايدة تاني طيب إحنا كنا في الأجازة أولا ما غيروش في الأجازة رفعوا خمسين نقطة حلو طيب السؤال بقى ده معناه إيه وتأثيراته إيه وكيفية التعامل معه إيه حظنا الجيد إحنا معانا ضفنا العزيز القبير الاقتصادي الكبير دكتور مصطفى بادرام نورنا داخل استوديو رب نحن صح كل تمام الحمد لله والشكر لله الأول يعني الفدرالي الأمريكي رفع الخمسين نقطة أو النص في المئة طيب علشان إيه طيب علشان عنده حالة من التضخم مستويات الأسعار زادت كويس وفيه طبع فلوس كتيرة ده ما أكلم حظك ببساطة خالص فهو عايز يحجم التضخم يعني يجمع الفلوس تاني فبيرفع سعر الفيضة ده بمنتهى البساطة خالص بس العالم عارف ولا الناس مش عارفة لا إحنا كنا عارفين كلنا الفدرالي الأمريكي صرح من بداية العام قالك أنه هو هيكون فيه سياسة لتحجيم التضخم اللي هي الزيادة عن المتوقع بتاعه لما التضخم عنده في ارتفاع يعني ووصل قرب 8.5% ففيه توجه عندهم السياسة النقدية هتكون على ست يعني جلسات هيرفع فيها مستويات سعر الفيضة باتدى في مارس الماضي 25 نقطة يعني ربع في المية إبريل اللي هو المايا والسوري اللي احنا فيه ده الاجتماع التاني يعني رفع 50 نقطة 55 نص في المية يعني 50 نقطة أساس هيتوجه بعد كده في ارتفاع أه طبعا هيتوجه بعد كده في ارتفاع في تضخم جاي أصلا من جائحة كورونا وسلاسل الإمداد ثم ابتدت الحرب الروسية الأوكرانية فالعملية فيه تضخم بيزداد يوم بعد يوم مرحلة بعد مرحلة القوة الشرائية ضعيفة كمان في الأسواق ليه؟ لأن فيه دول كتير قفلت في جائحة كورونا فترطب ذلك على ذلك شايف حضرتك الترتيب ده كله أدى لارتفاع التضخم الكبير اللي انت بتشوفه والأسف الأسواق في العالم بقى كلها لجأت وصارة نفس المصار الأمريكي حضرتك أكيد تعلموا كل مشاهديننا في نفس الوقت خمس دول خليجية السعودية الكويت الإمارات البحرين ثم تلاتهم قطر وطبعا ارتفعت الأسعار السعر الفايدة طبعا الاتحاد الأوروبي تاني يوم إنجلترا رفعت سعر الفايدة ابتدت جزء من الاتحاد الأوروبي يرفع كل ده ارتفاع كبير جدا في التضخم مؤثر تأثير كبير جدا على مستويات الدخل في الأسر في العالم كله وفي المجتمع الدولي كله كويس جدا كده مفهوم السؤال بقى هل ده ليه تأثير مباشر على اقتصادياتنا في الشرق الأوسط بخلاف سعر الفايدة طبعا ليه تأثير كبير جدا على اقتصادات العالم كلها بس خلينا أقول لحضرتك واحدة واحدة كده هو الارتفاع الكبير جدا في مستويات الأسعار دي ناتج عن ايه خلينا ناخد حاجة واحدة بس اللي هي البرزة اللي عالم حيثه كله بيعرفها أولا ارتفاع كبير جدا في دخل من الدخول الهم هو سعر برميل البترول طبعا برميل البترول يا فندم كان في حدود التمانين دولار العام الماضي عشرين واحد وعشرين ده في نهايته يعني السنة دي احنا وإحنا بكلم حضرتك تقريبا مية وعشرة دولار للبرميل وأنا هقرب الأرقام يبقى فيه زيادة قدية حضرتك 40% تقريبا الـ 40% دي اعكسها على أي مستوى سلعة أو خدمة يبقى حقة أي سلعة أو خدمة ارتفعت حوالي من 50% ل60% وزود بقى برحتك يعني على حسب كل دولة من الدول المختلفة سواء في أوروبا أو في أسيا أو في أفريقيا أو في الوطن العربي ده كمان الغاز لو قلت حضرتك سلاسل الإمداد والشحن والنقل والنولون والتأمين على الكل ده ارتفع مش عايز أقول حضرتك 200 ده يبقى رقم إليه 200% اه طبعا ده يبقى رقم إليه ده فيه أكتر من ذلك وطبعا ده أدى ليه انعكاسه انعكاس كبير جدا أن كثير من المستثمرين في العالم ابتدت تنسحب انسحاب كبير جدا بالأخص لستثمر غير مباشر اللي احنا بنسميها الأموال السخنة هي كلمة مش غلط يعني تخرج من الأسواق النشأة توصل ليه السوق الأساسي الأمريكي أو الأسواق الأمريكية نظرا لارتفاع سعر الفايدة هناك وتصنفها اللي اقتماني طبعا جيد فأشياء مضمونة بالنسبة لهم فبياخد حصيلة مالية أو عوائد مالية أقصر من اللي موجودة عنده في الشرق الأوسط أو في الأسواق المالية كويس اللي هي بنسميها الأسواق النشأة فكل ده بيأثر على الوضع الاقتصادي أه طبعا بيأثر على الأوضاع الاقتصادي لكن اسمح لي كده بسرعة في ملمح مهم هي مصر بتعرف تتصدى لهذا الأمر طبعا إذا كان جائحة كورونا اللي هي الأصعب ربنا نجانا منها وخرجنا وإحنا يعني زي نقول في وضع صلب الوضع الصلب ده ناتج عن إيه عن الاستراتيجية اللي احنا تبنيناها من 2016 ابتدني نعمل عملية إصلاح وإصلاح مالي ونقدي وإصلاح استراتيجي لإن يكون عندك مخزون لكثير من السلعة حضرتك في عز الأزمة النهاردة والارتفاع الكبير دي اللي بيكلم حضرتك عليه في دول أكيد حضرتك تعرف التدخم مصر فيها لـ 70% طبعا إحنا تقريبا عندنا هنا في مصر اللي هو يعني نهاية إبريل وده تقريبا يعني أنا بقول 14% بالتقريب يعني أنا بقرب حضرتك الرقم شوف قد إيه الوقت اللي اتخذيته بعد من الدول زادت تدخم فيها بـ 30-40% في الأربع شهور اللي فاتوا دول مصر التدخم اللي بيزيد فيها حوالي 2% و 1.5% في الشهر تخيل حضرتك إحنا وصلنا لـ 14 تقريبا وفي دول تانية بتدت تزيد طبعا أمريكا 8.5% ما شافتها من 40 سنة إنجلترا نفس الحكاية ما شافتش من 30 سنة اللي ارتفاع التدخم ده كله لكن الحمد لله النهاردة ما فيش سلعة نقصة في السوق التدخم عندنا النهاردة بيتم حصاره ومحدش يعني شايف ارتفاع مهول أو في نقص في سلعة أو في نقص في الغاز أو في البترول وحتى التغير في لجنة البترول كان رفع السعر تقريبا قروش يعني ربع جنيه أو حاجة كل ده النهاردة حيث يوضع في ميزان من دهب مقارنطا بدول تانية حلو جدا طيب الناس دايما بتعد تتساءل إلى متى تستمر تداعيات هذه الأزمات الاقتصادية المتلحقة المتعقبة المتلصقة ما بين الكورونا وما بين الحرب الروسية الأوكرانية لا ده سؤال صعب لا ده سؤال صعب لكن طبعا بدرش أقولك الحرب هتنتهي أنا أتمنى يا رب الحرب هتنتهي أتمنى أنها تخلص دلوقت آه بالضبط لكن لو الحرب خلصت دلوقت كل الاقتصادين في العالم اتفقوا أن تداعيتها هتقعد من سنة لاتنين ده لو فيه إرادة من المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة الاقتصادية الكبيرة اللي اعطال حق بالعالم كله حضرتك ذكرت في المقدمة كلمة بسيطة خالص بتقولها أصلي فيه حاجة ممكن تحصل اسمها الركود التدخمي تعرف يعني إيه؟ يعني العالم تقريبا هيكون فيه شبه شلل تام انتاجيا وأغيضا لو كان فيه انتاجية يعني بتزداد حاجة بسيطة هيبقى فيه يعني للأسف توقف من مجريات السياسة النقدية اللي احنا بنشوفها دي هتأثر تأثير كبير جدا على دخل الأسر في العالم كله ويمكن حضرتك سامع دلوقتي في أمريكا ابتدوا يكون فيه تشدد فيه عملية الانفاق وأيضا في انجلترا وفي ألمانيا وألمانيا طبعا يمكن أشهر مسأل بنتكلم فيه دايما شرطوا إن محدش يشتري أكتر من إزازة زيت وكيلو دقيق للفرد وفي انجلترا بيدي سياسة تشددية في الإصراف لأماط السلوك يعني وديت حد الأوروب بنفس الحال أمريكا نفس الحال أمريكا تخيل حضرتك أن تقريبا أنا بقرأ بالرقم يعني برده 50% بطلوا يأكلوا بره البيت 50% بطلوا يستخدموا البصات ووسائل النقل الجماعي دون استخدامهم للسيارات الخاصة بيهم فالتوجه اللي احنا رايحين له للأسف تداياته وتأثيراته كبيرة جدا هذا ليه يا صديق عزيز جدا يعني بيشتغل في شركة ضخمة على المستوى الدولي مكتبه في انجلترا فكنا بنتكلم مبارح تحديدا فبقوله أحمد أنت شايف الأزمة في انجلترا بتحصل يعني إيه الوضع عندك وعمل إزاي فبالظبط كده قالي اللي عاوز يعرف يعني إيه أزمة اقتصادية يتفضل ينور في لندن آه قطلوا إلي هذا الحد قال لي والله 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 هو عارف أنا بقى صدوق هو يعني هو عارف والله أمام ربنا قال لي أنتوا قاعدين في مصرف جنة جنب اللي احنا شايفينه تقوله يا عم وبتاق لي والله الوضع في انجلترا وحش طيب ممكن أقول لحضرتك ويعني أزيد بيت في الشعر هذا الأم انجلترا عندها أزمة لأن ازدادت أزمتها بعد أزمة خروجها من الاتحاد الأوروبي صحيح وطبعا يمكن تتذكر حضرتك أزمة السوائين للشواحن وللأزمة البترول وأزمة المصانع وطبعا وصلها لها أزمة كبيرة جدا أن هي مش عارفة تتراجع لترجع تاني الاتحاد الأوروبي في ظل الأزمة اللي احنا فيها ولا عارفة تكمل الانفصال عن الاتحاد الأوروبي البريكست وده مؤثر تأثير كبير جدا على رئيس الوزراء في بريطانيا والانتخابات عندهم للأسف جاية مش في صالح رئيس الوزراء انت أخدتني للسياسة ولكن أنا بأريك انعكاس الوضع الاقتصادي ده وفي دواير في لندن خلاص يعني حزب المحافظين خسرها بالضبط وده مؤثر تأثير كبير جدا على الوضع السياسي في انجلترا وأكمان أقول لحضرتك أمان أيرلندا بتحاول أن هي تنفصل كمان الانفصال النهائي بعد فوز اللي هو الحزب الجديد اللي هو ما بقاش يعني مفسي من أكتر من مش عارف كذا سنة وابتدى يتاجهوا أن يكون فيه احتمالية انفصال برضو عن انجلترا أنا عايزة بستوري حضرتك النموذج ده بتاعنا مصر عملت ايه نجحنا اللي احنا شفنا ده محقق قد ايه تقريبا أولا الحمد لله تصدينا لتدعيات أزمة جائحة كورونا بطبعا بالمجهود واليعني زي ما نقول التعام اللي احنا شفناه خرجنا بالنتاج اللي انت حضرتك شايف في الوضع الاقتصادي صحيح عندنا تغير فيه ارتفاع في السياسة النقدية في سعر الصرف ولكن الحمد لله توفر في السلع توفر في منتجاتنا المواد البترولية ولكن في الأهم ان احنا زدنا في الصادرات أمام العالم كله تده كان يتراجع لكن احنا الحمد لله عندنا زيادة في الصادرات آه عن عام 2021 وصلنا تقريبا لأكتر من 32 مليار دولار صادرات دون النفطي يعني حضرتك لو ضفت النفط كمان تقريبا بنتكلم في أكتر من 42-43 مليار دولار ده كله ليه أثار من نتيجة المجهود اللي تم تحقيقه في سياسة الإصلاح الاستراتيجي لهياكل الدولة المصرية حلو جدا فضل يعني عملية أو سياسة الإصلاح الهيكالي لو صح التعبير في الاقتصاد المصري وسياساته النقدية والمالية أتت بالثمار اللي خلتنا في الأزمة دي بنحقق أقل خسارة ممكنة مصبوط و لغية أن أنا بكلم حضرتك فيه إحنا تصدينا باحترافية حلو لكن أنت ما تعرفش التداعيات اللي جاي لك من بره زي ما قلت حرير كده أنا خدتك مثل واحد بز طيب البترول بكرة بقى 120 مم 130 هتعمل إيه طيب بلاش كده لقدر الله أكتر مأساة الأمور وابتدت أن تعرف إن إحنا دولة بنستورد الأمح من الخارج وتوقف أسعار أو توقف سلاسل الإمداد أو توقفت أي جراء هذه من المشاكل على البورصات في العالم بورصات الحبوب المحاصيل الزراعية أو في الغاز التصور هيكون إيه علشان كده بقى السيد الرئيس في الفطار اللي كان فطار الأسرة في رمضان قال إن الحكومة تطلع توصف للناس الوضع الاقتصادي المصري وإزاي إن إحنا بنكتهد ونعمل على برنامج موضوع واحد توطين الصناعة صح دي قضية أمن قوم يا فندم زي ما إحنا عملنا طبعا هو مش مكتكامل بس إحنا الدولة بتسعى الرئيس بيسعى توطين الزراعة توطين الزراعة ده يا فندم هو اللي يمكن أنقذنا دلوقتي ومخلناش نستورد كل الأمح اللي هو مطلوب للتخزين الاستراتيجي الخاص بينا اتنين عملنا الصوامع اللي هي وفرت أمن استراتيجي لحماية الناس بيكون كان فيه هدر تقريبا كل سنة مش أقل من 10-15% النهاردة وفرنا وفرنا عملة صعبة الأمر الأخير أن أنت النهاردة بتوطن عملية الاستثمار المباشر مع الجهات الخارجية إحنا عملنا بنية تحتية قوية اقتصادية صحيح عندك العديد من المشروعات القومية إزاي تتوجه للعالم أن أنت تقدم لهم نمازج مصر بتخاطب العالم وأكيد حضرتك تعلم جيدا هذا الأمر أن احنا بنضع فكر استراتيجي جديد للمشاركة ما بين القطاع الحكومي أو الحكومة والقطاع الخاص عن طريق كمان أن احنا نبحث مع شركاء استراتيجيين شركات عالمية تخش مصر تبحث عن فرصة بالنسبة لنا دي فرصة ذهبية ليه؟ لأن الوضع اللي في أوروبا النهاردة أو في أمريكا والتدعيات الاقتصادية أكيد فيه ناس بتحاول تبحث عن أماكن آمنة صح تبحث عن أن تكون أموالها آمنة هو ده حق الخطاب إن شاء الله أماكن أكثر أمانا واستقرارا وفي معدل نمو زيادة حلوة أويانا وسوء كبير طيب أنا عايز أستأذن في الحط في الحطة دي تحديدا معدل نمو متزايد وسوء واسع طيب هنروح للفاصل ونرجع مرة تانية لدكتور مصطفى بدرأ لو سمحتوا استنونا عشان الحطة اللي جاية دي هي اللي فيها البهريز استنونا الدهب مرتبط بالبرصة العالمية إنه هو سعره سعر البورصة العالمية طيب إحنا اللي بيحدد سعر الدهب حاجتين أول حاجة سعر الدولار علشان القنصة لما بينزل سعرها في البورصة بتنزل بالدولار علشان نحولها لازم نلتزم بسعر الجنيه بالمقابل لسعر الدولار لما سعر الدولار بيزيد أوتوماتيك لي لازم سعر الدهب يزيد وتاني حاجة لعرض والطلب على السلعة نفسها عالمياً اللي هي الدهب فكرة الدهب سعره هيزيد ولا هيقل صعب جداً إن حد يقول أو يتنبأ بسعر ده بيزيد ولا هيقل بس بيبقى فيه مؤشرات اللي بيشتري بيشتري جنيهاته سبعيك النظر إن إحنا في العيد ودايماً الجوازات والشبكات مقترنة بالعيد فبيبقى فيه طبعاً شراء شبكات العيد المراتي كان أكتره سباك وجنات سعر الدهب طلع حوالي 300 جنيه من في خلال تقريباً شهرين تقريباً طلع في أول مرة بعد التعويم الأولاني اللي حصل في شهر مارس طلع من 870 جنيه طلع لغاية 1000 جنيه 1100 جنيه نهار ده بـ 1250 جنيه هو طبعاً تأثر كتير بالنسبة للحروب والبورصة والحاجات دي فالدهب زيد كتير مش شوية وبالنسبة لسعر الدرور بيعلي سعر الدهب والبورصة كمان بتعلم وحركة اتجاه البيع بتقيل شوية بتتاجه لحاجة معينة مش لمشغولات بالنسبة لسباك جنيهات سعر الدهب عالمياً أقل من السعر في مصر ما احنا بنقول إنه هو سعر الدهب عالمياً لما بتحسب على الدولار بتاته وعشين ارتفاع في مصر ارتفاع غير عادي يعني تجاري كبيرة اللي هي بتاخد الأمر إن هي بتدي لك السوق أو بتتعامل بالسوق على الدولار هي اللي وقفت الكلام ده ما هو مش عارف يبيع لك إيه ما أنا عشان أبيع 10 جرام لازم أشتري العشرة جرام طب أنا عاز أشتري معايا فلوس عاز أشتري أشتري مديد ما هو فيش مواقف ما هو مش هيبيع لي ولا يشتري لي حتى الشركة اللي هي بتاعت السبايك والجنات وقفت برضو من قبل العيد بتلات أربعة أيام يعني ما فيش لجنيه ولا سبايك ولا فيه في السوق حاجة اللي بروح على ورشة أنا عايز بل طيب خلونا نجدد ترحيب مرة تانية بضفنا العزيز دكتور مصطفى ضدر خبرنا الاقتصادي المعروف وهرجع على المسألة زي ما كنا بنقول طيب أنا أقدر أجذب استثمارات علشان خاطر بقول يا جماعة إحنا في هذه المنطقة في هذا البلد بالتحديد الاستثمار آمن وأكثر استقرارا وفيه معدلات نموه مظبوط حل وعندي بنية تحتية تستوعب هذا الاستثمار جميل جدا بناء على إيه؟ بناء أن عندك وفر الحمد لله في القهرباء تقدر تمد للمصانع وأيضا تصدر للخارج عندك من الطرق والكبار اللي نسميها شرايين التجارة داخل الدولة أعتقد ده تساهم في التسير على حركة النقل لو أنت ابتديت تعمل مشروعك في أي منطقة تلاتة وده بالنسبة لي اللي في غاية الأهمية طبعا سوق كبير لكن مصر أو الدولة والقيادة السياسية بنت المناطق اللوجستية وأكيد حضرتك تسمع دايما المصنع على المفتاح ودايما كنت أنا بقى أقول وبرجو السادة المحافظين اللي عنده منطقة أو منطقة صناعية أو منطقة لوجستية يعرف كده كل شهر باع منها قد إيه؟ باع منها خمسة طب الشهر الجاي باع خمسة كمان لو خلص الميت مصنع مثلا يبقى ده تمام كده كويس جدا بالنسبة لنا ونبتدي نعمل حملات ترويج للمنتجات دي لكن لو لسه متأخر شوية ما باعش يبقى لازم يكون فيه مساندة من الجهات الاقتصادية والاستثمارية للترويج لهذه المناطق علشان نقدر نستفيد منها مناشا احنا بنناها والأسف يعني متجمدها دي أمور في غاية الأهمية بالنسبة لنا ومصر بنت العديد من الأماكن دي سواء بقى في برسعيد سواء في الصعيد سواء النهاردة في الجانب الغربي بتنتكلم على كثير من هذه الأهم الحاجة التالتة والأهم احنا الحمد لله سوق كبير وأيضا منفتحين على الدول في إفريقيا وإفريقيا سوق مليار وتقريبا 200 مليون على خطنة السياسية فوق الممتازة الوطن العربي كله بيرحب بينا وبنتجاتنا وأعتقد كمان في الوضع الراهن لا وهتلاقي الاتحاد الأوروبي كمان مرحب بيك منتجاتك يعني في ظل مؤسفات قياسية ومعدلة جودة بالضبط طبعا لا شوف حضرتك السيد الرئيس ألزم كل المصنعين أن احنا نضاهي وننافس المنتجات الغربية والأوروبية وحتى الصينية مش في كل المنتجات صحيح ولكن احنا بدأنا نكون مميزين وأعتقد أن احنا بدأنا نخرج حتى بالمحاصيل الزراعية للخارج الأسمدة بعد من الصناعات التحولية في الخارج ده بالنسبة لنا في انفتاحه للسوق بيعكس رؤية مصر في توطين الصناعة لكن احنا لسه بنحبو في هذا الأمر بنطلب الكثير طبعا مجهود من الحكومة ليه توسع في هذا يعني الملف بالذات لأن ده الملف ده بيبقى كسيف العمالة هيوفر لك عملة أجنبية هيساعد ويساند فيه أن انت النهاردة بتبني الدولة جمهورية جديدة فعلا تتحمل زي ما بيسميه كده القدرة الهيكلية للاقتصاد هتستغنى عن الأسواق الخارجية واحدة وحدة فأعتقد زي ما حصل كده في المحاصيل الزراعية في بعض من الأسمدة في الغاز الحمد لله عندنا اكتفاء ذاتي ينقصنا بس اللي بيسموه فن الإدارة ترويج الجيد طيب مش دلوقتي يبقى قاني الأواني يعني أنا ساعات كده أشوف أنه الأزمات دي تخلق فرص نظبوط طيب أنا في خيالي المتواضع الفرصة القوية جدا دلوقتي إن احنا نبني بمنتهى القوة والسرعة سوق إفريقية مشتركة فنبقى بنلبي احتياجاتنا المتبادلة منها أنا بوسع قطاعاتي الإنتاجية وبسمح بدها كمان بالتأكيد لإفريقيا بنساعد بعض ومن ناحية تانية أنا برفع القدرة الشرائية بتاعة إفريقيا بالكامل وعليه أقدر أنا أبيع منتجي هو بيبيع منتجه أو نتبادل المنتجات بنقلل اعتمادياتنا على مسألة عملة صعبة دولار كانت ولا يرؤي الأخير وبقلل اعتمادياتها على الاستراد مقانش الأوان ولا إيه لا هو قانل الأوان بس أنا دايما بحب أن أنا أبني البيت من جوة عايز التسيرات والمحفزات لكل المستثمرين في مصر المصري كل من يحمل الجنسية المصرية له حق على الدولة أن تكون بتدرس وطبعا ده الكلام ده النهاردة الحمد لله الدكتور مصطفى مدبولي ومعايل المحافز البنك المركزي قال هيقعد مع كل المستثمرين للتيسير لحركة التصنيع والتشغيل والاستراد الأمور دي كلنا بننادي بهذا الأمر ليه؟ لأن أنت النهاردة لما هتيسر للمصنع المصري هو اللي هيروح يجيب الشركة الأجنبي ما هو في إفطار الأسرة المصرية ده الرئيس الحقيقة قال أنه أنا وجهت الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي هتعرض فيه حزمة محفزات لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر مصبوط بس إحنا خلينا نقول ياريت يكون فيه الأول اللي هو زي ما بيسميه كده اللقاء من دكتور مصطفى مدبولي مع المستثمرين ومع الخبراء والباحثين شايفين إيه في السوق رؤيتكم إيه لرؤية عشرين ثلاثين زي ما إحنا كنا دايما بنتكلم إحنا طموحنا عالي جدا قدرتنا يعني زي ما تقول قوية جدا وخلينا نقول إحنا كلنا داعمين للدولة إن إحنا نوطن الصناعة نزود حركة الاستثمار نقوي علاقتنا من الخارج اقتصاديا فلازم يكون فيه زي ما بنسميه ورقة بحسية فيه عصف زهني كده ما بين التلت أمور أو الأربع جهات اللي أنا دايما بيتكلم عنهم الجهات الحكومية المستثمرين لازم يكون أشققنا وإخواتنا في البرلمان على رأس هذه القيمة لتيسيرات القوانين اللي هي بقالها فترة كبيرة وأيضا البحثين الاقتصاديين اللي بيكونوا دايما عندهم رؤية عندهم طموح عندهم فكر ينقلوا الاستثمارات دي إزاي خلال السنوات الجاي أعتقد ده لو حصل لقاءات قلت عاشمان أقولك الأحزاب مثلا أو أقولك ممكن تنسقية شباب الأحزاب تعمل كده وترفع ورقة طبعا لدولة رئيس الوزراء ممكن ده ييسر أن يكون فيه عندنا رؤية كل البلد تتحرك على الرؤية دي على الورقة دي طب مش هنم متفقين أنه الحل دايما هو مسألة الدفع بالقطعات الانتاجية وزيادة تنمياتها طيب إذا كانت الدولة بالدعم وبتطلق حزم لدعم الاستثمار طول الوقت والصناعة والتوطين الصناعة المستثمرين الكبار يعني معرفش بقى هم مثلا البيج فايف البيج تان زي ما يطلع هم كمان لازم يقدموا دعم لزي ما حدك حدك كنت بتقولي في الفاصل للصناعات الصغيرة أو متناهية الصغر اللي هي في الآخر خلص بتصب تاني في مصلحته بالضبط بترجع له تاني هم طبعا في مجموعة فندم ومشكورين فعلا بقدون ذكر أسماءهم ابتدوا لجأوا طبعا عندهم كان عدد من التحديات منهم التحدي الأساسي والكبير جدا إن ما فيش عمالة فنية ماهرة تقدر تشغل المصنع أو تقدر تشغل تكوين الصناعة الخاصة به سواء في العربيات سواء في بعض من الأمور زي الصناعات النسيجية والغزل والنسيج ومشابه لذلك لجأوا إن هم يفتحوا مدارس تعليمية بالضبط إحنا عشمانين كمان إن ده يكون الأمر كمان في الصعيد وعشمان إن يكون الأمر ده ميسر ليهم مثلا قطعة أرض ببلاش نديهم إعفاء ضريب المدة معينة بحيث إن ياخدوا النموذج اللي وضعوه جنبهم في المنطقة الصناعة دي ينقلوا في الصعيد علشان الصعيد بيحتاج يعني فقر استثماري عارف يعني محتاج كتير قوي يشتغل فخلينا نبدأ بفكرة التعليم للشباب والشابات الصغيرين هناك بدعم من النماذج دي زي المدارس اليابانية النموذج المدارس اليابانية ناجح ناجح ليه؟ لأن دولة اليابان والدولة المصرية بترعا أنا عشمان بقى التعليم الفني يا رعاء المصنعين بس لازم يحصل إيه؟ محفز لازم ياخد مقابله فأنت تنقله هناك وتقول له بص مش عايز منك حاجة كده أربع خمس سنين هديك قطعة الأرض ابني علم لولاد طلع لي أول دفعة منه منك ومش حاسبك ضريبيا أنا بقول نموذج تمام؟ يشتغل على أن هو يبتدي يعمل ورشة صغيرة يعمل مشروع صغير عارف حضرتك زي ما بتكون كده أسرة صغيرة كده أو بتكون فكرة جديدة ونطلقه في الأسواق بعد كده يبتدي هو يعمل النموذج ده يبتدي يفتح ورشة يبتدي يفتح مصنع يبتدي ياخده بقى جهاز بتاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناية الصغيرة تعالى أسندك يبتدي يعمله تمويل يبتدي يكبر لدرعة النشأ من بدايته أعتقد ده ممكن يبتدي يحقق تكوين للاستثمار في الصعيد النماذج ده أستاذ يوسف محتاجينها زي بره بالزبط حضرتك لما بتطلع بره في دولة أوروبية بتلاقي المدرسة أو المكان في أماكن بعيدة فعلا والتعليم جنبه والمعهد جنبه أو الكلية احنا عشمنين في كده دي التصورات لدعم الاستثمار ففي الآخر نرجع تاني مطلوب من التكوينات الأربعة الأركان الأربعة الحكومة البرلمان اللي هم المصنعين والمستثمرين كويس يتسع الفكر شوية للخبراء والاقتصادين ولدى كثرة الجامعة أن يدوا تصور رؤية احنا ممكن نعمل إيه خلال ممكن نستفيد إزاي في كل محافظة يا أستاذ يوسف بيبقى مشهورة ببعض من الحاجات إزاي نعرف نستغلها نستغلها إزاي نرواجها تمام أعتقد ده زي ما حضرتك شفت كده كان فيه معارض لأهلنا في سينة صحيح تمام نقدر ناخد المعارض دي ونطلع بيها كمان لبرة يبقى ناخد معارضنا من الصعيد ونعمل بيها أنا عارف إن فيه نماذج وبتعمل كده بس نزيد نشجع الناس على كده لأن الظروف اللي إحنا فيها دي أكيد حضرتك تعلم إن التكلفة المعيشية هتكون غالية شوية نظراً ليه ارتفاع مؤشرات التدخل ارتفاع التكلفة المعيشية اللي جاينا من الخارج ومش هينفع إن الدولة تفضل صمدة طول حياتها وقفة بتساند لوحدها لازم لازم بني عليها دور طبعاً المجتمع كله عليها دور أولاً إن إحنا لازم يبقى عارفين الموقف الاقتصادي المصر مش إحنا المجتمع المية وعشرة مليون بني آدم بالظبط اتنين لازم كلنا نكون مرشدين لإنفقنا السيد الرئيس قال وفعلاً نفزه إن المعارض مفتوحة لنهاية السنة الدعم الكبير جداً ليه المعارض ليه السلع تكون متوفرة لكن اللي أنا بقيمة بقوله لأ خلينا نقول للناس رشط في إنفاقك خلي السلع موجودة في الأسواق ما تتكلبش أنا بقول كلمة المشكلة مش هتقبى دربع مرات في الشهر أنا بظنها الناس مش مستشارة لأزمة ليه لأنه الحمد لله والشكر لله مفيش حد دخل أي مكان من أصغر الأكبر هايبر ماركت في مصر إلا ما لقى الحاجة إلا ما لقى الحاجة مكدسة على الأرفف وكله ميت فل وما فيش حاجة مش موجودة يبقى خضر فالناس مش حاسة بإنه في أزمة فأنا بقى أرجع أقول يعني طب الدولة كده يعني مثلاً غلطانة إنها مشعر ما خلتش الناس تحس بأزمة معلش ليه الناس مش قادرة تحس إن في حاجة كبيرة بتحصل في الدنيا لا خلينا نقول يا فندم ما هو دوركم اللي أنتو حضرتك زي يعني مشكوراً أنت أحتلي الفرصة إننا نتكلم وبتدي خبرة يعني مجال للخبرة يعني لتوع الاقتصادي تكلموا وينصحوا ويوعوا الناس هو دورنا خلي بالك إن التدعيات الاقتصادية هنقول للناس واصلة لمدى زمني بعيد الإنفاق بتاعك مش هيتحمله إذا تحمله شهر مش هيتحمله التاني التالت إحنا مش بنخوف الناس إحنا بنوعي الناس بنبصرهم اللي بيحصل برة لما بشوف اللي بيحصل برة بقول الحمد لله إن إحنا تيقننا من قدرتنا على التصدي العديد من المشكلات في الكثير من القطاعات اللي بتشوفه حضرتك النهاردة الأزمات الاقتصادية اللي في الخارج اللي بيتكلموا عنها إحنا التأثيرها كان علينا محدود فلازم يبقى فيه مساندة مجتمعية علشان كده التوجه في الخطاب إن شاء الله اللي هيقوم به دولة رئيس الوزراء هيكون كاشف لحاجات كتير ياريت الناس تشتغل عليه وتبقى عارفة المحافظين السادة النواب في البرلمان يكلموا دوائرهم ويقولولهم إن إحنا شايفين فيه مجهود فعلا بيبذل الحكومة بيتزيد في حركة الملف الاقتصادي كل ده إزاي بتعمل الناس تعرف هتساند كسير جدا من القرارات ابتخذها الحكومة وليأ أنا ببقى مزهول يعني لما شوف بوريس جونسون في بريطانيا وهو يتحدث وكأنها صيغة الإرعاية يعني نحن لن نستطيع تحمل كل ده طول الوقت وإنه لازم تبقوا فاهمين أنه تضخم بيوصل لعشرة في المية ولازم تبقوا مش عارف إيه وسياسات حدك بتقولها صديق رايزي اللي بيقول لي أنت لو شفت لو شفت لندن هتعرف أن أنتو قاعدين في آخر حلاوة فاتحكت تقوله يا ابني دي لندن قال لي والله أنتو قاعدين في آخر حلاوة أنتو مش حاسين بالأزمة قال لي إحنا هنا حاسين بالأزمة معلش أنا برضو عايز أقول له حدو هو يعني لازم نعمل سياسة إرعاب للناس لا مش سياسة لا السياسة بلا استفهم هم بزا ما بيتكلموا كده بره يعني دايما بعض من الناس بيتكلم بالحدية يعني يقول المرض قاتل على طول على طول بيخشوا بزا ما بيتكلمش أن فيه ممكن علاج أو اتخاذ قرارات تقدر تسنده ولكن إحنا هنا فاندم بنتكلم دايما بيوليق بالمجتمع المصري بتاعنا خلي بالكوا لأن مش كل الناس بتبقى عارف معلش يعني إيه تضخم فيه ناس مش عارف يعني إيه معدى النمو فيه ناس مش عارفة يعني إيه النمط الاستهلاكي الخاص بيه كل علشان كده أنا بيقول للناس رشدوا انفقوا يعني دبر احتياجات خلي بالك من فلوسك مش هتقبض أربع مرات في الشهر هي مرة واحدة ما تحرمش نفسك بس اشتري اللي انت بحتاجه وشكرا ما فيش داعي اشتري حاجات ورمي جزء من يعني الأكل اللي بيجوز في التلاجة والأكل اللي بيجوز في خزينة البيت والرز اللي بيسوس واللي مش عارف إيه يا عم طب ما تشتري على قدك عشان ما عندناش للأسف الثقافة دي أستاذ يوسف يعني ما تزعلش مني كلنا بنخش بنشتري بالكيلو انت عمرك ما دخلت سوبر ماركت أو هيبر يقولك ممكن تاخد حبيتين مفيش ما عندناش احنا السياسة ممكن نشتري تفاحة بالزبط وانا عشمان اني بقى ده التوجه جديد ليه ما نغيرشنا احنا ليه بنتكلم بنقارن نفسنا دايما بالدول ونعملش زيهم هو احنا أغنى من أوروبا لا احنا مش أغنى من أوروبا بس احنا عندنا احنا تعودنا دي صقفتنا مجتمعنا كده ده مش حاجة مش غلط فاحنا لو عرفنا نغير النمط السلوكي بتاعنا ودخلت حضرتك اشتريت ربع كيلو من مثلا من الرز أو السكر ما تفتكرش ان ده حاجة وحشة خالص ده استهلاكي يعني انت بتدخيل حضرتك ان انا بستخدم كيلو سكر في شهرين ثلاثة بس ما فيش ما قدرش اجيب ربع فبطر اجيب كيلو وافضل مخزنه شهرين ثلاثة هقول اني بستخدمه محدش بيستخدم السكر عندي عندنا الناس بتروح يروح جيبله ايه ثلاث اربع كيس سكر كل كيس كيلو واربع خمسة كيلو رز وعشر ازاي الزيت وتسع كيلو سامنة في عندنا في مشكلة بجد مش هزهر ده نمط سلوكي برضو اني محدش بيقرأ الصلاحية خالص يعني انت تخالي انت حالك بتخش للهايبر او لأي ما حاجب بيقص على الصلاحية انت ممكن تشتري خمس علب وصلاحاته بتنتهي بعد شهر فانت تحملت عبء مالي دون ان انت حضرتك بس انت الغلطة مش الهايبر هو بقال يعني ان انت اشتغلت او اشتريت منتجات للأسف فيا ريت نغير انمط سلوكنا يا جماعة بس بالمناسبة ده برضو بيخليني اروح على السلاسل التجارية بشكل عام انه برة الارفف ملونة فاللون ده يعني الحاجة مثلا مثلا صاحيتها مستمرة لمدة خمسة ايام بس اللون ده يعني يومين واللون ده يعني الصلاحية هتخلص بكرة وده سعر وده سعر وده سعر مع انه كله زبادي وكله من نفس المصن مزبوط بس ده سعر وده سعر وده سعر مزبوط ده ثقافة تعودوا عليها في الخارج احنا غير عندنا ده لن يعبنا ولكن اللي احنا بنتكلم فيه ان احنا لازم نتغير نتغير فيه انماط الاستهلاك زي ما احنا بنقول كده فاندم الشغل الشاغل بالنسبة لنا ان الاسعار هتكون في ازدياد في العالم هتأثر علينا تأثير كبير جدا سواء في الوطن العربي او في الافريقيا او في مصر تصدينا لها حتى الوقت الحالي هم نتكلم تصدي باحترافية كويس ولكن المجتمع عايز يعرف اكتر لان الناس بتتكلم زي ما حضرتك تفضلت قبل ان ما نخش على الهوى سعر الدولار رايح فيه وكله بيتكلم عن الدولار كله بيتكلم عن الدولار وكله بيتكلم عن سعار الفايدة وكله بيتكلم عن طرق الشهادات هتطلع ولا ايه واكيد البنك المركزي يرفع الفايدة واكيد كله عملت كله بيتكلم عايز اقول لحضرتك تاني في متخصصين الحمد لله عدوا بتجارب اصعب من ذلك 2011 افندم اذكر حضرتك كده سريعا ما كانش عندنا احتياطي نقدي الحمد لله ربنا اكرمنا وانجزنا وعدينا اصعب مرحلة 2013 تقريبا و2012 ما كانش عندك غاز ولا عيش رغم الازمة اللي احنا فيها دلوقتي من اوكرانيا ومن روسيا الحمد لله العيش موجود الحمد لله ما فيش حد اشتكى ان فيه شأنبوه بتغاز ما فيش حد اشتكى ان البترول او البنزين مش متواجد الناس طبعا بتقول الحاجة غلية عايز اقول لحضرتك انا سألت على بعض من السلع في رمضان وبالاخص على اللحوم مش هقول لك ارتفعت الارتفاع الكبير وفي المحلات العادية ده باستقصاء العادي يعني بالنسبة لبعض من الاماكن تقريبا تقريبا زيها زي قبل رمضان وانت حضرتك تعلم جيدا ان احنا الموسم عندنا دايما وبالاخص ان احنا دخلنا للموسم رمضان مع عيد اخواتنا المسيحيين فكلنا كنا بنصوب وكلنا بنفتر مع بعض وكلنا كنا زيادة في حجم الاستهلاف الاسعار ما زادتش ليه؟ ان احنا اخذنا اجراءات احترازية من الاول المعارض نزلت بزيادة في المعروض واعتقد ده اللي هدى الاسواق فعايزين نفضل نكحين الحكومة عملت الدور لعليها خلينا احنا بقى كمان خلي نقدر نغير في انماط سلوكنا انا بشكرك جدا 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 نغير في انماط سلوكنا اولا كل شكر لحدك يا دكتور شكرا فاهم شرفتك معك نضفنا العزيز الخبيل الاقتصاد الكبير الدكتور مصطفى بدرة اللي عاوز حقيقي يتعامل مع الموضوع بالمنطق الايجابي هيقدر جدا يفهم كلام دكتور مصطفى بدرة ويقدر يفهم جدا موافقة المزيع الغلبان اللي قاعد انه ايوة هو احنا لازم نغير في نماطنا السلوكي الاستهلاكي تحديدا يعني اللي مش عاوز واللي عاوز يمشي ورا كلمتين يقولهم الاخوان واللي عاوز يقعد يكتب على تويتر واللي عاوز يكتب على فيسبوك يوسف الحسيني والدكتور مصطفى بدرة بيقولوا الحكومة عملت اللي عليها والناس بقى تبطل تصرف تعايزين تقولوا ايه عايزك تبطل تصرف كتير مش تبطل تصرف ما انت هتدفع مصري في المدرسة هتدفع الكهرباء والمية وقصة البيت وهتجيب لبس العيال وهتجيب اكل وشرب وكل حاجة كل اللي انا طلب ما تجيبش اللي بترميه صح بس غريبة دي ما تجيبش اللي بترميه ولا انت بتحب تجيب اللي ترميه ده سؤال بقى تاني خاط كده يبقى في عندنا مشكلة كبيرة جدا على كل خلصت الحلقة ما خلصش الكلام وإلى غد بإذن الله سبحانه وتعالى وبرنامجكم التسعة سلامت